السلام عليكم. ستمنى أن تكونوا بخير والأخير. الأمر دي لكم طيبة في هذا الفيديو هذا وفي هذا الحصة هذه، أريد أن تركزها جيدا لأنها حصة مهمة جدا لماذا؟ حيث سنرى شيئا لديه علاقة بالفونيكس و سنرى الفاول بالنسبة للأصدقاء سنرى الشورت فاول واللونغ فاول ساون سنرى البورت ثوي اتخذ الى تلك الدروس والدرسان الذين تحصلوا لديه درسيت تلك الدروس ويوجد لدي أختي مجموعة دروس و أكثر من الدروس اذا اليوم سنرى البورت ثوي ما يريد أن أتركزها جيدا لأنها ستقوم بأكدار طريقة كبيرة لذا سنقول لك أخي أختي إذا كنت مرتاح تبع معي من الأول و تلخر كان عندك شيء ما تقضيه ولا مديرانجي دير باوز الفيديو ووقفه وصيق غرضك ورجع يعني فيديو التعليمي حاول تبع من الأول و تلخر ونتمن أصدقائي الكرام أنكم تبارتاجي مع الأصدقائي لأنه يمكن نقدر صراحة ماشي كندير يعني ولكن صراحة لأن نقدر نوقف نوقف الدروس على شيء لأنه لا يوجد تفاعل في القناة لأن أي شخص يريد المنتوج يريد أن يسوقه نتائج مر منه أنه يكون تفاعل لأنك الناس يتفاعلوا في أمور تفاعل حتى نحن نريد التفاعل إن شاء الله يكون في أمور إيجابية لهذا نتمنى لكم تبارتاجي والقناة لأنه هناك صراحة مزاف دي الناس يقدر يشوف الفيديو ولكن والله ما يدلك لايك بالعكس يتسنغي الفيديو ونطلع باش يدلك ديس لايك ويقدر يشوفه أصلا هو مم أبونيش عندك أعلاش غير لباش يبرك على ذيك الحمرة ويديل الجرس كجهة تقيلة ولكن إنسان حر على المهم إنسان حر نقول هذا الشغي حيث كاين ونحن كاملين نعيشه لا يوجدها باش نبارتاجي مع الأصدقاء لن يكون شيء يستفيد لأن المعلومة تصل بطريقة بسيطة طبيعا الحالي لا تلقيت راحتك معي لا تلقيته كاين زملاء أخرين ربما يكونوا أحسن مني إذا بغيتك أخي أختي تركز معي مزيان ندلوا حزام السلامة دينا ونطلقوا في الدرس دينا بسم الله إذا كيفما تشوفه معي عندنا الفاولز أول حاجة قد نشوفه دور دي الفاولز يعني بدون الفاولز الحروف المتحركة يستحيل نطق الكلمات إذا عرفنا أنه وباش نفهمو هذا الإكزامبول دينا أنه نقول لك كتب الإسم ديالك ولا أي كلمة في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية وحيد منها الفاولز يعني السحيل تقرأها إذا ديك دامد البنة اللي كتحرك واللي كتخدم واللي كتكون يعني أكتيف عندك في الكلمة هما الفاولز يعني هما كل شيء في الكلمة باش نفهمو أكتر الطريقة اللي هي صحيحة وتكون بيداغوجيون فهما عدنا تيشر قدامنا كيهدر مع الكلاسي يعني كيهدر مع الكلاسي وكتب اليوم السبورة في بلاك بورد تست فريدي أشغل تلقى يسم كلاس I have got a lot of material to cover ودي بزيف ديال أمور ما نخدم اليوم So to save time باش ما نضيعوش الوقت وربح الوقت I won't يعني will not be using vowel today ما غادش نستخدم الفاولز هذه شوية فاني ولكن باش تبيلهم الدور ديال الفاولز إذن شنو دارت كتبت ليهم ولقلت ليهم NWLT'S BGN PLS TRN TPG إذا قلت لك انتايا قرأ هذه الجملة هذه والذي الكلمات كينجوش ديالأنواع كينغي يقرأها بكل سهولة وكينغي يلقى problem يقرأها إذا لقيتها بسهولة ركب تمرس وفاهم الفاولز بدون أنك ما تكون مكتوبة في الكلمة ولكن إلما عرفتهمش ما فهمتيش الكلمة يعني ولا الجملة الدور للفاولز مهم هذيك Now Let's begin Please turn the page هنا بغت تبيلهم الدور ديال الفاولز لأننا قتلهم أهمية الفاولز مهمين باش نطقوا أي كلمة إذا نحن في هذا السلايد اللولى فهمنا بكل شكل مبسط الدور ديال الفاولز يعني الفاولز ومالك يعطوا الحياة Give life to words Give life to words فهم Excellent اللي بغان شو نشوفو فاولز كيف مما قلنا شنو نشوفو There are five letters اللي بغيتي American British that are vowels in the English language كين خمسة ديال الحرف اللي هما فاولز يعني حرف متحركة في اللغة الإنجليزية أنا بغيتي تركز ما يمزيلا طبعاً لحال هذه الفاولز كل شيء كعرفهم اللي هما A-E-I-O-U A-E-I-O-U وإنديشن زيادة لهذا الشيء Y is sometimes a vowel بعد مرات Y اللي هي إكارة بالفرنسية كتكون تايه فاول لهذا كتسمى سومي فاول إذن من هات سلايد فهمنا أنه هدنا five letters وهدو كل letters اللي قلنا راهم فاول اللي هما A-E-I-O-U A-E-I-O-U و Y sometimes a vowel فهمات سلايد بيرفكت هنا شوية understanding ديالك خصو يبدأ يخدم أوكي لأنه نشوفو شي حاجة أخرى شو نشوفو short vowel sounds ذا بدخلنا نفهمو short vowel sounds والlong vowel sounds من هاتي الانتوداكشن ذا هاتي غادي يمشي والbody ولا البادي باش نفهمو مزيلا إذن شنو عندنا Vowls can have short sounds or long sounds يعني الـVowls الحروف متحركة ممكن تكون عندها short sounds يعني أصوات قسيرة يخرجوا ولا long sounds أصوات طويلة The list below shows how the short vowel sounds are pronounced هذا اللي سكلا نشوفو دابا أصوات كتبيننا كيفاش كنا نطقه short sounds نبدأو أولاً شنو عندنا short A sounds like the a in pat هناك يمزال أصدقاء غادي يدوخوا لكن بغيتكش تدوخوا بغيتك تركز معي short A يعني هذه short A A بكاذا لنا بالانجلي ما نقولش A sounds يعني تنتق like the A in pat كي اللي سأقولي لاشي قلتي يا أخويا short A sounds like the A ما قلتي short A sounds like the A إلي أنا اللي قلت A غادي نطقها the page وانا كان نطقها pat آآ بغيت تقولي يا أخويا أنه هذيك short A راها لا تحرف وهذيك A sound excellent perfect إذن قال لغا نشوفوه مكتوبين بالكحل راهم نطق ديال هذوك اللي هما vowels إذن short A sounds like the A in pat حيث كنقوله pat next إذن عادي كلمة عفوان اللي هي pet كل شي كعرفها اللي هادا غا نقوله short E sounds like the A in pet short E sounds like the A in pet short I sounds like the E in pet short I sounds like the E in pet كيفاش كنتنتقها كلمة كتتخرج الساون ديالك short O هذي واتحب زدف sounds like the O in pot short O sounds like the O in pot short U sounds like the A in cat short U sounds like the A in cat إذن هنفهمنا هذي الفايف بحوز نعودهم pat pa ماشي با pat pe pit pit pot cat ملاحظة باسيطة هنا وسمحوا لي وخافينا رب الزغة باش تفهموه هذو كاملين كيتوافقوا في واحد حاجة اللي هي C V C يعني C consonant V vowel C consonant consonant vowel consonant consonant P C consonant A وهاديك A A V vowel T consonant يعني القاعدة C V C C من بعد ونشوفوها نزيدوه ملاحظة مهمة هنا في الكثير من الدكسيوناغ وهذا الشيء الأصدقاء اللي يقلبوا في الدكسيوناغ يتفقوا معي الرمز يعني الواحد الفاول القصير كتسمى كاب شيبت كيرف أوفر ده فاول يعني كنجي وناخده ديك اله ونضيفه فوق من ذاك الرمز اللي كتشوفه إذن مين نشوفه ذاك الرمز شنه هو إس دي سامبل فورا شورت إي يعني اللي غنقوله ليها إي إذن هادك شورت إي رادك هو الرمز دياله السامبل دياله في الدكسيونير فقط ملاحدة نزيدوا داباغادي نشوفه رول فور شورت فاول ساوز داباغا نشوفه القاعدة هنا تبا ما يمزين أولا شنو عندنا When a word or syllable has only one vowel and that vowel is followed by one or more consonants the vowel is usually short بعد مرات القاعدة تخربق ولكرها سهلة قالوا لينا منين واحد الكلمة ولا syllable اللي ما يعرف syllable هي مني كان قسم الكلمة على جوج وكتبقى كل واحدة عندها معنى دابان نشوفه السيلابل من بعد الثاني اللي أخذينا the word rub أوكي the word rub has a short أو إذا شنو قلنا هنا for example the word rub has a short أو إذا لش قلنا لك تنطق أو هكذا نرى sound but the word robe does not have a short أو because the word has two vowels لأن هذه الكلمة فيها جوجة للفاوز وهذه اللي غنشوفوها مقاعدة من بعد إذا انت منين تبغي تفهم زيان الكلمات حساب هنا الراس هذه المعريفة دي لكل لغاوي ممكن تاخذ كلمات بحالها تشكل cvc تكتبها ودلها في الأخر a وغت تخرج كلمة جديدة بنطق جديد مثلا ناخذ for example kit kite مثلا بحال هكا dit diet بحالها تشكل الناس كيلعبوا على الفوكابلوري وكيلعبوا على النطق إذا الحالة هذي فهمنا أنه من يكا تكون لديك كلمة وحدة ولا سيلبل واحد اللي عنده one vowel هداك الفاول كيكون followed by one ولا more consonant بحال روب كونسانت شنو هي بي ويقدر يكون وجوج إذا دائما هداك الفاول كيكون short إذا باش تفهموا السيلبل A syllable is a word or a part of a word having only one vowel sound يعني السيلبل هو هد الكلمة ولجزء من الكلمة كيكون فيه فاول واحد باش تفهم زيان You will learn more about syllables in the next chapter من بعد دلكم واحد شابت اللي سنشوف فيه إن شاء الله هاد شي ديال سيلبل دابا غام شون شوفوا واحد بوينت خرا long vowel sounds سنشوفوا long vowel sounds دابا ركزوا معي مزيان هنا وغير من الكلمة دياله يعني هنجب بالنطق are pronounced notice that each vowel sounds like the letters name هدو سهلين يعني إلا خدينا هاد لا لست هدي شنو عندنا باش فهم زيان قالوا لنا أن هذا long vowel sounds يعني each vowel كل فاول يعني ذيك A E I O U sounds واحدة منهم like the letters name يعني بحال لتغ يعني هنا عدنا long A sounds like the A in pay هما بالزرق رجعانهم لأنه أولاد long long A sounds like the E in B بي لعنا الأولى لك التنطق long A sounds like the I in pay long O sounds like the O in toe سبعة الرجالة والتو long U sounds like the U in fuse إذن هنا فهمنا أنه من يكون عندنا long كيف ما كتشوفوا مختلف على شنو برافو عليك على short كيف سأقول لي هديك pay حتى هي فيها ثلاثة CVZ لأن هنا بالنسبة لنا رجعت ال Y حتى هي vowel حتى قلنا بعض المرات Y تكون vowel لذا سأدخلها CVV يعني consonant vowel consonant pay long be long طويل النطق pi long toe long fuse long يعني كل هم هادو مختلفين بزاف على القاعدة اللولة اللي شتنا دير short أوكي in many dictionaries ملاحظة أخرى على سب دكسينار the sample for a long vowel بالنسبة للسامبل ديال long vowel كنشتنا قبل short is a straight line over the letter for example كيكون واحد الخط أوكي ماشي مشكل كيف مما كتشوفوا قدامكم أفوقي is the sample for a long A يعني من يتكون عندك long A كيكون هاديك A كيف مما كتشوفو قمنا هاديك الشريط إذا هاديك هي long A نتمنى دابا هاد القاعدة الثانية اللي شفنا ديال long vowel sounds تكون فهمتوها شوية فقط مراجعة قواعد كتمكنك أنك ولك تساعدك أنك تفهم نزيدو دابا غادي نشوفو rules for long vowel sounds دابا نشوفو القاعدة ديال والقواعد ديال long vowel sounds أول حاجة حيث كنين ثلاثة ديال القواعد مهمة أول قاعدة وهذه مهمة بزاف وقليل اللي كيعرفها وخوة كينطقها silent E يعني هاديك E اللي هي أب الفرنسي كتكون silent silence يعني ميت مكتنطقش أوكي ساكينة ساكتا ساميتا شوفوا ما عندنا هنا definition كما قلت والقاعدة رغانك تضوخ ولكرها سهلة في الexamples when a word or syllable ends in a vowel consonant E يعني من كتكون كلمة أو لا syllable جزء من الكلمة كيسالي Vowel Consonant E يعني كيسالي بحرف متحرك وconsonant وفي الخرق E اللي هي أ أش كنديرو The vowel before the consonant يعني هاديك الفاول اللي قبل من the consonant is long كتكون طويلة and the final E is silent وهديك إلخرة silent ينجنا For example The word rope has a long O The silent E at the end makes the O long Okay For example The word rope has a long O The silent E at the end makes the O long إذا نشوفوا القاعدة When a word or syllable ends in a vowel consonant E هاي عادنا O Vowel و B consonant و E رأي قدامنا نكتوبة The vowel before هاديك الفاول قبل من the consonant اللي هو O is long لهذا غنقوله Robe والفاينل اللي هو E silent مكش نقوله Robe كندرنا نفهم القاعدة قيس على ذلك مثلا Date دابنتا هاديك تسمى C V C V بنيتسمى C و V سيهية consonant و V vowel C V C V كسب عندك فورقة بصيله C V C V C V C V بحل لا تستفيد جمهرات مكتوبة اوكي كتنطق Long يعني Date Guide Write Sight Date Late هذو كلهم بحل بحل لهذاك تقول آه هذيك شك نقوله Date هذي شك نقوله Date هذي شك نقوله Date Excellent دابنتا هذي شك نقوله دابنتا هذي شك نقوله القاعدة التانية Two vowels together يعني جوج ديالة الـ vowel مجموعين هذي ما صعباش بزاف اوكي When Two of certain vowels are together The first vowel is long and the second silent سهل بزاف من يمكن وجوج مجموعين جديال الـ vowels الأولا كتكون طويلة والثانية silent سهل بزاف Here are examples of words that follow rule number two In each case The first vowel is long And the second vowel is silent And the second vowel is silent So let's take examples Seed T Play So the seed is long And the second one is silent And the third one is long And the third one is silent And the second one is play And the second one is long And the third one is long And the second one is long And the second one is silent Can't you understand? C Hell Tie Please Road Toe So all these things have to be وأننا فيهم جوج ديال الفاولز ملاسطين اللولة لونغ والتانية ساونت لماذا اللولة لونغ والتانية ساونت؟ لماذا؟ إننا كانت مثلا مش بيهم لونغ أقولوا سيد تي بلاي سي باش فهم مزيلا هي والله هيل تاي بليز روت تو وهذا شيء ماش يصحقه يعني ممكنش تدير بحلقك لهذا قالوا لنا اللولة كتكون لونغ والتانية كتكون ساونت تبقى مش نشوفو آخر قاعدة اللي هي رون نمبر ثوي فاينول سينجل فاول مزيلا هدي سهلا بزاف أسينجل فاول أديين أفورد أرسلبل أرد دان ساونت ي يوجيلي هزالونغ ساوند يعني قلوا لنا من كتكون عندك سينجل فاول فاول وحدة في الأخر دي الوحل الكلمة أرسلبل هنا عدنا إكزامبول أفورد ذات فلو رول نمبر ثوي إن إيش كيس غنشوهن في كل حالة دي سينجل فاول أديين أفورد أرسلبل 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 ناخدوه مي لونغ كنقولوش مي شي هاي مي شي هاي يعني دو كاملين سينجل فاول فاوية الوحدة أديين رغم في الأخر أفورد رغم في الكلمات ثلاثة كلمات or syllable إذن هاد لاليست الأولى دي الورد كلمات دي بغم نشوفه syllables notice notice هك notice music basic إلا لحتوا معايا هاديك no تيس قسمها على جوش إلا قسمتها no رهها كلمة syllable وتيس syllable هاده هما syllables music هاديك مي syllable زيك syllable basic بي syllable وهاديك سيك كيف ما كتشوفه syllable إذا أصدقاء العزاء شفنا short vowels قاعدة ديالها وشفنا three cases ولا rules في long vowel كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي أصدقاء العزاء sorry لك أنت كان مصرع ولكن شي حاجة ambiguous ما فهماش ولا غامضة نتمنى تشتركوا أصدقاء مع الأصدقاء ديالكم عفوان ولا يصل لجميع thanks for watching see you next time and goodbye and goodbye